برضو هرجعك على رأي المؤسسات الدولية انه في ظل الكورونا والحروب مصر أسرع معدل اقتصاد سوء ناشئ ازاي كلامنا؟ يا عم انت هتسمع وانا هقولك من عندي طيب تعال كده نشوف متوسطات بتاعة نسبة عجز الموازنة كنسبة عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قبل واثناء تنفيذ المرحلة الاولى بتاعة البرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي هو بدأ سنة 16 خدوا بالكو انا مش لبس الندارة بص يا سيدي في الفترة بتاعة زمان اللي هي 13 و14 و15 و16 عجز الموازنة كان 95 و1 من 10 في المية ده احنا حتى ما كناش بنحبي عارف انت العيل كده لما يبدأ يهم حبتين ويعاوز يخرج من اللفة ويحبي عجز الموازنة كان 95 و1 من 10 في المية ما بنحبيش يعني عاية يدوب ياخد له حبوتين وروحنا يلعوش طيب بدأنا نشتغل نزلنا 85 و1 من 10 انت متخيل؟ طيب حصلت الحرب وحصلت الكورونا فاطلعنا تاني 85 و18 يعني في الفترة بتاعة كورونا وحرب كل اللي زدناه 0.7 في العجز لقد احنا نازلين اصلا من 95 يعني انت نازل 10 في المية من سنة 16 لحد دلوقتي 10 في المية زيادة والمستهدف انك هتنزل تاني طيب ده كده متوسط الدين متوسط نسبة العجز احنا كنا نقاسف نقول لكم كل ده نسبة الدين طيب من 95 و1 من 10 وصلنا إلى 85 10 في المية غبوط عشاني يجيقول لك الديون بتزيد نقول له يعني نسبتها قد ايه فقول له هيقول لك ايه اصل الديون بتزيد يا مولانا نسبتها قد ايه الاقتصاد ما فيه واش حاجة اسمها الديون بتزيد لانه اكبر دولة مديونة في الدنيا امريكا يعني لو محدش قال لك الكلام ده انا اقوله لك بعد اذنك اكبر دولة مديونة في الدنيا امريكا اللي ايه اكبر اقتصاد في العالم طيب ازاي طيب وبالمناسبة هو نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي في امريكا اعلى من النسبة اللي في مصر بكتير يعني انت حسن من امريكا لا طبعا لا حجم اقتصادي مش قد اقتصاد امريكا خالص لكن نسبة الدين للناتج بتاعي قد ايه كانت 95 بقت 85 يعني النسبة بتقل طب يعني ايه الناتج القائل يعني كل اللي احنا بنعمله في مصر كلنا اي ايد عاملة موجودة احنا ننتج شيء ما حلو كده حلو كده طيب يبقى من ناتج المحلي الاجمالي نسبة الديون اللي افترض انت رب اسرها بتدخل في الشهر 5000 جنيه حلو كده طيب خليها 1000 جنيه لكن انت عليك ديون حجمها 950 جنيه مفهومة ده اللي كان حاصل زمان دلوقتي الديون بتاعتك بقت 850 جنيه يعني قلت طيب هل ده معناه ان القيمة الفلوس زادت لا قلت لا المسألة مش كده المسألة هي انه حجم اقتصادي اصلا اصبح اكبر اصبح اكثر اتساعا عارف معناها ايه حجم اقتصادي كبر يعني فرص العمل بقت اكتر اليد العاملة اللي بتشتغل بقت عددها بيزداد وبالتالي حجم الانتاج اللي انا بنتجه حجم القيمة بتاعت انتاجي عمالة بتزيد طيب